أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوة وَأَكْوَابٌ مَوْضُوَةَ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرَضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يصر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرْ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِعَادْ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادْ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادْ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادْ وَفِرْعَونَ ذِي الْأَوْتَادْ الَّذِينَ طَعُوا فِي الْبِلَادْ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادْ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابْ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادْ فَأَمَّ الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وأما الإنسان وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يغذب وذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر